بعد يومين من قرار تعيينه محافظا لعدن أدى عبدالعزيز المفلح اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في دليل واضح على الموضي قدما في تنفيذ القرارات الأخيرة التي أثارت موجة من الجدل في أوساط الشارع اليمني المفلحي جاء خالفا للوائع دروس الزبيدي الذي تم تقالته بعد وصول العلاقة بين الحكومة الشرعية وبين سلطة المحلية في عدن إلى طريق مسدود إثر تبادل للاتهامات بين الطرفين فيما يتعلق بملف الخدمات والملفات الأمنية التغيير بحسب مراقبيين يعكس أزمة متعددة الأبعاد والأطراف تتعلق بعدم وضوح العلاقة بين المكونات التحالف والأطراف اليمنية ففي حين دفعت السلطة المحلية في عدن باتجاه الإمارات لم تتمكن الأخيرة من الانفتاح على الحكومة والرئاسة وبقية المكونات داخل الشرعية عقب القرار المفاجئ ارتفع منسوب التوتر في شوارع عدن لكنه لم يخرج عن سياق الاحتجاج والتظاهر ورفع إعلام وشعارات الحراك الجنوبي ولم تصدر أي مواقف من المكونات السياسية في الشارع الجنوبي نظرا لعدم تشكيلها أو تأطيرها سياسيا لقاء السفير الأمريكي بالمحافظ الجديد عبدالعزيز المفلحي الجمعة الماضية أسهم إلى حد كبير في كبح جماح المواقف المتشنجة وخاصة تلك الصدرة من قبل كتاب ومسؤولين محسوبين على إحدى دول التحالف كما أن لقاء الرئيس هادي بالعاهل السعودي أوصل رسالة إنجابية مفادها أن قرار هادي يحظى بدعم إقليمي ودولي وهما سيجعل من قرار وصول المحافظ الجديد إلى عدن وشيكا وهو يحمل معالجات أو رؤى اقتصادية لحل حالة الأوضاع في المحافظة وتقديم حلول وبدائل في مجال الخدمات العامة تعيش عدن على صفيح ساخن من جميع النواحي وما زالت الأصابع على الزناد وهو ما يلقي بالمسؤولية الكبرى والمباشرة على دول التحالف وحلفائها على الأرض للدفع باتجاه تجاوز الإشكالية الحالية واعتبار أن القرار جزء من صلاحيات الرئيس ومسؤولياته والالتفات للمعركة الكبرى المتمثلة باستعادة الدولة وإنهاء حالة الانقلاب